سلام عليكم يا شيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله ان شاء الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتما كن ما وعكم شيدي فنفوج فوجا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واشع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجمة في بطون أمهاتكم الذين يجتنبون كبائر الإثم كبائر الإثم التي أشارت إليها الآية الكريمة فقهاء غالبا والمفشرون هدو مشهات نظر في تحديدها في تعيينها لكن الأغلب أن ما ينتهي إلى الوعيد عليه بنار هذا يعبر عنه من الكبائر يعني اللي يختم لمن يرتكبها بالنار أن هذا يحكم عليه بأنه إلى النار على الإجمال وإلا هي إذا ترجع للتفصيلات تفصيلات الأقوال كبيرة يعدون من عدها يعني من هذه الأشياء التي تنتهي إلى النار الظلم العظيم جين ويعدون منها الأفعال التي تقارب الظلم في فداحتها وفي بشاحتها وتنتهي بمرتكبها إلى النار هذه يعبر عنها بأنها كبائر جين هذه يرتكبونها في وقع الآمر أكو نوعين من الارتكاب أكو نوع يرتكب هذا اللون من العمل يعني أفرض خارج إرادته طبعا هذا مو خارج إرادته تقدر تشميه عن مرض يعني مثلا أكو عندنا اللي نشميهم الشادية يعني فرق شخص يكون شادي يتلذذ بشفك الدماء يظلم عباد الله ويتلذذ بشفك الدماء هذا أكو عند حالة هذه الحالة مخلية خارج إرادته يعني مو ضمن الإرادة تقريبا قطعا هذا ما يعقب هذا العقاب آخر لأنه الإنسان يكلف بما يستطيعه إذا شيء خارج عن استطاعته قطعا الله عز وجل لا يكلفه به شيء اللي خارج الاستطاعة لا يعقب عليه الإنسان أكو حالات يكون خارج الاستطاعة الإنسان لا يعقب عليها إذا ثبت أن هاي الشادية نعم تسلب اختيار الإنسان ولهذا احنا نعرف دائما أكو عندنا نقاش بين الملايب الإسلامية اللي تقول أن الله عز وجل يخلق الذنب عند العبد زين خلقكم مو وما تعملون فهو الذي يخلق الذنب عند العبد إذا كان الله عز وجل يخلق الذنب عند العبد كيف يعاقبه على ما خلقه ما يصير إذا المفروض أن الله خلق عند طبيعة الشرقة ليش يأمر بقطع يده وليش يعاقب على الشرقة فقطعا العبد مخير يملك اختيار بوسعى أن يعمل هذا أو يترك هذا إذا كان يملك الاختيار هذا هو محل العقاب أما لا إذا الإنسان أكو عنده مرض وهذا المرض يصل بي تقريبا إلى حد درجة شلب الاختيار هذا خارج ما 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 ناقشه لكن أكناش لا يرتكب الظلم باختياره يعني شنون يرتكب الظلم باختياره أضرب لك مثل سنة مية وخمسة وأربعين من الهجرة صارت حركة ضد المنصور في خراشان طيب هاي الحركة اللي صارت ضد المنصور جرد لها المنصور الدوانيق حملة هاي الحملة اللي جردها تولت قتل جماعة هناك إش قد الإحصائية إحصائية القتلة بهالواقعة شكذر تتصور بهالواقعة كان أكو إحصائية للقتلة كان إحصائية ضخمة يعني أغلب المؤرخين يقولون القتلة سبعون ألف نبه لي وأخذوا أشرى بضعة عشر ألف من الأشرى سبعين ألف قتيل يومية ترفع إلى القوائم أن إحنا اختلناها الكتر وهو يوافق شو تشمي هذا هذا اللون ها هذا اللون من الظلم بهالدرجة من القضاع الاشتهان بشبك الدماء هذا قطعا بدوافع دوافعه ما كانت دوافع أخر خارج إيرادتك لا لا بالعكس دوافع باختياره هو يملك أن يأمر وينهى ويقول هذا صح وهذا خطأ ويجرد حملة أو ما يجرد حملة هذا مثل هذا هذا اللون من الظلم خطعا مصيره النار يعني الله عز وجل ما يسمح لشخص من هالنوع يجي إلى عباد الله يشفك هذه الدماء هذه الدماء الهائلة وشنون الغريب أن هذا الرجل عجيب كان عنده إصرار عجيب غريب يعني على أن يشفك الدم ويرجي يدور له بش يدور له ماذا لا ودور الإمام الصادق سلام الله قال له هذا المعل ابن كنيش غلامك شنو دا يجمع لك أموال هاي الأموال نعم يأخذها من الناس عندك محاولة لتدوير انقلاب يعني عندك محاولة لتدوير حركة قال ل الإمام لا ما كم من هذا شيء اللي تقوله أنا أبدا ما عندي من هذا شيء أبدا قال له تحلف قال ل الإمام أحلف بالله عز وجل أنه ما عندي من هذا شيء قال له لا تحلف بالطلاق والعتاق قال له هذا حلف understand يعني تاب أنا أنا أحلف بالله شنو الطلاق والعتاق عليك تجي تحلفني بأنداج لله بأصنام أنا أحلف لك بالله أن هذا المعنى ما عندي منه شيء قال لا تتفقه علي يقول للإمام قال وأين تذهب بالفقه عني وهل خرج الفقه إلا من بيتي ها قالت شنو تقول لي لا تتفقه عليك ما نبقي معنى أنا لان تشأني تقول لي تقسم أقول لك أقسم أحلف على هذا قال لي احلف ماذا قال لي أحلف بالله العظيم قال لي بدون أن تحلف أنا الآن أجيب لك اللي حمل عنك الخبر يعني الاشتخبارات اللي جابت عنك المعلومات رح أواجهك بيها هذا العنصر اللي جاب هاي الإخبارية قال لي أجيبها أمر به فأدخل أجلشه أمام الإمام قال للإمام أنا أجمع الأموال قال لا أبتدأ يريد يحلف والله العلي العظيم قال للإمام لا على رسلي مو هذا قال للمنصور لماذا قال أنا أنا أطيسيها خلي أحلف بها قال لقل برئت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي دون حول الله وقوته أه إن كنت كاذبة أحلف بهذا ها هو يمين الصادق عبادة توقف يلا المنصور أحلف لا بد من حلفك بهذا يقول المؤرخون والمؤرخون الواقع مو بش من مؤرخ الشيعة لا من مؤرخ غير الشيعة يقول لما بدأ يحلف بدأ يتضاءل لم يتم حلفه حتى شقط ميته شقط ميته فالتفت المنصور على أثرها إلى الإمام الصادق سلام الله عليه قال لا أصدق عليك قائلا بعد هذا إذا تحب تروح إلى أهلك بس صور أن هذا مرار معدد يعرف أن مو من منهج الإمام التحرك بس على طول يعني لا يترك لأن هذا الرجل كان عنده فدمزاج عجيب غريب مزاج تتأمل مثلا هو شكان يقول يقول أنا سلطان الله في الغرض يعني قوة الله بالأرض متجسدة بي أنا اللي أمثل سلطان الله وإرادة الله وقوة الله يعني تلاحظ أنت التأريخ يحمل على لويش الرابع عشر لويش الرابع عشر التأريخ الحديث والتأريخ القديم يحمل عليا لأنه قال أنا الدولة أنا أمثل الدولة ويحمل مثلا على الكنيشة وعلى الامبراطور لأن الامبراطور أخذ حكم الأرض والكنيشة أخذت مملكة الشماء تقاس وقيصر قيصر أخذ حكم الأرض والكنيشة أخذت حكم الشماء احتكرت يحملون عليها الفكر الحديث والقديم يحمل عليها وعلى لويش الرابع عشر لأنه قال أنا الدولة وإن كان الكلمة هي هيمول المنصور يعني سبقه بها معاوية معاوية صعد على المنبر قال المال مال الله وأنا خليفة الله إن شئت أعطيت وإن شئت منع كيف أي الأموال هي لله تمام باش أنا اللي أمثل الله أنا اللي أمثله فكيف أريد أعطي أو أمنع أنا أعرف المصلحة وين إما أنا أعطي أو أمنع المال مال الله وأنا خليفته إن شئت أعطيت وإن شئت منعك كلمة إله أي إلهم ولا تتصور يعني أن هذا أصبح مفهوم من المفاهيم الاعتياجة لا عايش إلى الآن إلى الآن عايش هذا المعنى فضل الآن كثير ممن يحكم أكو دائر مدايرة حاشية تاتيها تألّها تعطي القابل إلى تعطي مكانة مكانة التأليم وجودها إلى الآن فيه من ناتجة العبارة المنصور يقول أنا سلطان الله في الأرض أنا شخصيا لأجسد إرادة الشماء بالأرض وكان يتحسر على شنو يقول هو هذا نفسه المنصور يقول الملوك ثلاثة معاوية وقد كفاه جياده الملك الأول معاوية واللي خدمه وكفاه مهماته وطدل الحكم وجعل أرضية صالحة للدولة جياده جياده ابن أبي قال هذا يعني رجل حصل على جياد وجياد كفاه مهماته هذا الملك الأول والملك الثاني عبد الملك وقد كفاه حجاجه الحجاج ماله نعم كفاه وطدل الحكم وطدل الرئاسة وشوال أرضية صالحة بعد والثالث أنا وليش لي كافئ ما حصلت على واحد يكفيني متحشر يريد لفدواء حجاج كفيه يضرب الأعناق ويشفك الدماء ليش ما عنده واحد مثل جياد ليش ما عنده واحد مثل الحجاج ما أنت يكفي أنت يكفي يكفيك أنت أنت كافي ما تحتاج له قلت لك معركة واحدة شبعين ألف بخراسان وبضعة عشر ألف أشهر وهذا أبو شلم الخلال اللي كان يعبر عنه بأن وزير آل محمد أبو شلم الخلال الله يصلي على أبو شلم قالوا لي أنت من الطب إحنا ملاحظين أن المنصور يشتقبلك ويرحب بيك ويجلسك إلى جانبه ويقبل عليك بس شايفيك تطلع من عنده وجهك أصفر خائف ترتعد ما الخبر ليش الشكل قالوا أنا مثلي ومثلكم كمثل ديك وصقر تناظرة الصقر يقول له لديك ما أقل وفائك لأهل بيتك الناس يجيبوك ويطلب طعام ويخلو لك ما يحطوك في بيوتهم وأنت تعبهم نعم تقفج على هالسطح وعلى هالسطح ما مريحهم بينما أنا يجيبوني يخيطوني عيوني ويحطوني في مكان محبوش وما يطعموني إلا القليل ثم يهدوني على الصيد أتعب أتعب إلى أن أحصل عليها يأخذوها من عندي وأنا أبقى ما أكل شيء ويكفرق بيني وبينك قال لك ديك ذهبت عنك الحجة قال وكيف قال لك تطبيت فد يوم على بيت هذا من بيوت أهلك شفت لك فد عشرين سقر حاطيها في صيخ يشون بها على النار قال لها لا قال لها أنا يوميا أشوف المنظر هذا قدام عيني من إخواني داب عيوم حاطيهم على النار يشون بيهم تريد من عندي أبقى مستقر شون أنا أبقى مستقر أنا ما أهدأ قالهم أنا هكذا تصورون المنصور يشتق بني ما تعرفون داخل بيته شكوه هذا داخل بيته مجزرة يوميا مجزرة الأعناق تضرب والسيوك تشتغل فعلا كان شفاق للدماء متغطرش فكان بها الدرجة يقول ثلاثة الملوك دولة حصلوا اثنين يكفوهم أنا ما حصلت لواحد يكفينه أرجوك هذا اللون من الظل هذا مصير نار بش ها هي لا كلما نضجت جلودهم حتى تعرف يقول واحد العقاب إيقاع العقاب مرة وحدة كافي إيقاع العقاب مرة وحدة كافي شلون تهل شمسو هذا موت لدنيا موت لعالم مو قصة قتل واحد لا قتل شعوب بكاملها لهذا تنتظر أن الله عز وجل عقبها حتى تعرف سر الآية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها طيب فإذن الكبائر الشرك الظل نعم يعدوها الكبائر فرار من الزحف في حالات معينة على العموم قضاء يعدوه بعضهم شبعة بعضهم يعدها أكثر بعضهم أقل بش هذه قسم الذين يجتنبون كبائر هالكبائر هاي ما للي جلودا والفواحش الفواحش شنون الفواحش هو ما تفاحش ما خرج عن الحدود الطبيعية اللي منها اللي عليها حد اللي منها الزنا نبه لي الزنا فاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة طيب هذا ليش عليه حد وليش الله عز وجل يأكد عليه لأن هذا يشتهدف أقدش مؤسشة بالمجتمع وهي الأسرة لأن الزنا وين يصير ما يصير معلق بالهوى الزنا بالواقع مو معلق بالهوى وإنما يحلق بأعراب الناس بعوائل الناس قد يقول لي قائل أن انتشار الزنا إحنا لا نلوم بزان وحده لا لأن المجتمع قد يشترك بها الجريمة شلون تنبه لي يعني الآن أكو عندنا أعراف أكو عندنا مواضعات عرفية تقاليد أشياء تأدي إلى الزنا المجتمع اصطلح عليها فقد حشاشيت إجاءها مثل يعني مثلا أنت لما تخلق جو من الأجواء التي تنتشر بها الخمرة وينتشر بها الاختلاف بإشم فرح من الأفراح أو بإشم مناشبة من المناشبات وخلقت اجتماع بين جنشين والجلشة وضع بها شراب وضعت بها مغريات وتعرضت إلى مفات وإلى كشف فانتهى الأمر بطبيعة الحالة هذا جوي مهد للوقوع بالرديلة هاي نقطة النقطة الأخرى الأجواء الأخرى أنت مو خالق بها مناعة ما أكو عندنا مناعة بالمجتمع المناعة منين تيجي تيجي مثلا شاب ترعرع ونهض بمجرد أن ترعرع ونهض أزوج ليش أزوج أولا أخلق جو اجتماعي إشاعد لأن عندنا الآن النظرية بتجول اجتماعي تقول لا الزواج المبكر مو جين خليك التلمات يبني نفسك ترتب روحك تكبر تخلص دراشتك يجي هذا ما خلص من البكالوريوس مثلا إلا عمره 25 ثلاثة سنة جين بعد ذلك أخذ لفت سنتين ثلاثة وهي أروح وإذا بحفظ الأيام حياته راحت مو الشكل وهي منه أخطر أيام هذا خلال هالفترة مو خشبة جين يختلف جدام الفكرة العارية والجشد العاري والمنظر العاري طبعا راح يوقع بالرذيلة احنا جين نكلق لجو اجتماعي يشاعد على الوقوع بالزنا بالرذيلة ناحية ثالثة ما أكعد نواحد فكر مثلا بمؤسسة اجتماعية مهمتها أن تقضي على العقبات في طريق الزواج أولا أفرض صندوق للقروض يشاعد على الزواج مثلا مثلا تيسير محل للسكنة مثلا إيجاد مؤسسات مهمتها رعاية العائلة والأسرة هاي 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 جوانب الاجتماعية هاي اللي يحبر عن القرآن الكريم البر والتقوى وتعاون على البر والتقوى ما عدنا من هالمؤسسات عدنا مؤسسات تشاعد على الانهيار على الانحلال وإجا تكملها من وبعد تكملها كملتها الوشائل الحديثة الآن الآن الوشائل الحديثة تشعر أنت أكو بيها اجتهداف شنو الاجتهداف الاجتهداف الى الانحلال ابحث عنها تلقى ورها أيدي يهودية غالبا غالبا اليهود في نظرية وتطبيقيا وراء هذا الانحلال وأأكد لك اليهود إذا كانوا هم وراء الانحلال إذا ما أكو قابل ما أكو فاعل إحنا قابلين نبه لي شو يجئن يعني لنشيل اللهم ندبع العواتق الآخرين يعني أنا أقدر أمتنع وأقدر أخلي عائلتي تمتنع لكن يقول لك شهنا ما أقدر هذا تيار بعد أنا هذا طب إلى البيت طيب طب إلى البيت اشرف عليه نظم هذا أكو بيه محطات ما ينبغي أن تنشاف حاول أن تشرف عليه راقب ابنك مثل ما تحفظ ابنك من الوباء من المرض احفظه من الوباء الأخلاقي أيضا ما ما قعدنا منها اهتمام بها الجانب ما موجود فكل الأجواء اللي يجي نحاول أن ننشرها تشاعد على الوقوع بالرذيلة فنرجع الزناء من الفواحش تمام لكنه مقدمات القرآن كريم الطان نموذج شنو هو النموذج قال كل المؤمنين يغضوا من أبصاره نبه يعني المقدمات المفضية إلى هذا البلاء يمنعوها لأن الإنسان أول ما يجي عن طريق المقدمات ثم ويوصل للنتيجة حاول انتهى المقدمة هالذريعة شدها هالوشيلة شدها حتى ليوصل ما الشكل هذا قدم كمثال القرآن الكريم قدم مثال إلى كل وشيلة تفضي إلى الانحلال حرمها مقدمة الحرام حرام ها فإذا كان كذلك ما عدنا إحنا شيء من هذا ما نعنى آه بشدها الأبواب اللي تفضي إلى الانحلال اللي تفضي إلى الرذيلة اللي تفضي إلى ها ها فنجي للنتيجة نحمل نقول أن الجناء آه وباء هذه ما فحش ما فشت الفاحش في قوم إلا وكثر فيهم موت الفجأة وقلت عندهم الأنطاق نعم شوف الله عز وجل يحرم الناس القاطر تكثر عندهم الأمراض يكثر عندهم موت الفجأة لأن بعض الأفعال أحيانا يعاقب عليها الإنسان فبظلم من الذين هادوا حرام يعني أكو بعض الأفعال هي شبب لإقاع البلاء على الناس فينعود إلى الآية الزنا من الفواحش نعم ونظائر من الفواحش المشروعة هذا هذا يطلع يتفاحش يبعد عن من عما رشم الله ويروح يأكل مما حرم الله فكل شي عليه حد كل شي عليه حد كل ذنب من الدنوب هذا من الفواحش جيد هاي كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم نبه لي بالله لها النقطة اللمم أكو بي آراء ثلاثة الرأي الأول أن المراد باللمم ما دون الفاحش يعني شلون مثلي واحد أفرض قاعد على طاولة في نادي من الأندية وجابه على هالطاولة خمرة حط طبعا الجلوش على الخمرة نحن عدنا على مايدة فيها الخمرة محرة زين هذا ما رادي يقول ما رادي يقول وأسألي أشباب طاف يقولون هذا رجعي على شون خلي قعد شو ما رادي يقول يعني ما عنده هكذاك التحسس الديني أني أنا ديني أعز علي من هذا خلي ليقول يقول خلي يقول شين عنده أنا أتمسك بعقيدتي وبديني وأطي فكرة عن أصالتي حط وخمر على هذا المكان أقوم أنا على شونه أبدأ تحمل ما حرم الله عز وجل هذا لا شاهل مثل ما قلت لك إما يريد يندمج مع الأجواء أو يريد يأخذ لقب واحد نعبر عنه حديث ها وهذا لون هذا من اللمم هذا لون من اللمم جيد مثلا من اللمم النظرة الإنشان ينظر هذه النظرة المشمومة يمر على امرأة وما يعف عن النظر إلى محاشنها أو إلى مفاتنها وهذا يوميا إحنا أكعدنا إصرار عليه يعني صدقني أنا لما أحكي به مثل وحد جاي ينفخ بحب ما أكوه ينفخ لبكوش آه من أنه بس علينا أن ننبئ وإلا أرجوك هذا الآن أي دائرة عدنا من الدوائر ما بيها امرأة إلى حد ما مكشفة وإلى حد ما صدرها طالع وشعرها وهذا قاعدة قبالها نص صبح للليل آه أجل شتلاحي قلت شنو يعني شنو بس علينا إحنا ننبئ هذا اللي علينا وإلا في واقع الأمر المسألة واصلة إلى إصرار أبدا يوميا المنظر أمامه في كل مكان وبس هذا هو أصبح المتجر المتجر من المتاجر يصرف بضاعته بالجسد العاري نعم يجيب له جسد عاري حتى يصرف بضاعته وهكذا أمامك الحياة تصل إلى مستويات من الانحدار في مثل في مثل هالحالة أفرض هذه النظرة تعتبر من اللمم جن أكو أشياء من هالقبيل أفرض يقوب إلى واجتمع مختلط ومدت ومدت إحدى النشاء إيدها إلى وقال لك يا شخ نش نسوي إحراج ما أصافح مشكلة أصافح يا أخي ليش إحراج يعني أنت ليش يعني ليش ما تصير عامل من عوامل إشاعة الفضيلة يعني صدقني أن إحنا الآن ما عدنا المناع اللي أراد الإسلام أن يخلقها في نفوسنا المناع اللي أراد الإسلام أن يخلقها في نفوسنا ما هي وجي توصل لأين جي توصل حتى إلى درجات ترتبط بوجودنا ككل نعم لها الدرجة وصل الانحدار وهذا كل الآن ينتشر عندنا فعلى العمو أرجع أكو عندنا هالأشياء واحد تساهل بيها لما تساهل بيها في وقع الآمر الله عز وجل يقول إذا تاب عنها ربك واشع المكرم ومعنى أريد يشجعنا على ممارسة لا يا حرام لكن لو واحد وقع بيها هي كأنه المشألة مو من النوع اللي يؤدي إلى تلمة المجتمع أو يهج كيان المجتمع ممكن الله عز وجل يتجاوز عنه لأن ما بيها ظلم للعباد طيب طيب بعض بعضهم يقول اللمم هذا بعض الفقهاء يقول اللمم هو هذا هو عبارة عما دون الفاحشة مما يتشاهل الإنشان عادة بممارشته أي نظرية نظرية الثانية لا أن اللمم ما يلم به الإنشان مرة واحدة شو لا تنبه لليها النقطة هاي عدنا عايشة الآن لكن مع الأشف الفقه الجنائي أفرض ينقذها إلا أنه ما جيرت تبنع لها أثار شنو هي يعني دفرض فرد واحد مو من طبيعة لإجرام الجريمة مو من طبيعتها لكن غلط لغلطة شلون غلط لغلطة مرة مرة وحدة هو ما أكو عند حبل الجريمة أو إلى ممارسة الجريمة بش غلط وقع لوقع مرة واحدة وما عاودها بطل عنها ألم بها وبطل هل وقع اللي وقعها ارتكب فدلون من المحرم مرة واحدة ألم به هاي وين يبيحثوها عدنا شوف عدنا من الغلطات يتفق فرد واحد محترف بالجريمة هذا اللي عنده احتراف شكل آخر شغلت الجريمة يطلع شغلت الشريقة هذا محترف واحد يطلع شغلت شنو الاشتغلال هذا محترف واحد لا ولا مرة مرة غلط ووجع بيها وبطل مو من طبيعته يختلف هذا عندك احنا عدنا بالعقاب غالبا مؤسساتنا العقابية تغلط هالغلطة واحد مرة ارتكب له ممنوع خالف التشعير مثلا جابوه حطوه بالشجن وين حطوه يم واحد قاتل حطوه يم واحد شارع هذا اذا حطوه بالشجن يم قاتل القاتل ما يبخل عليهم معلومات يطيه معلومات نعم يتأثر ينفعل يبدأ هذا يأخذ منين اذا طب بريع على رسل يطلع مجرم يطلع من الشجن مجرم احنا نريد من العقوبة ان تردع عن الجريمة هنا لا تتحول العقوبة الى مشجع الى معلم الى على الجريمة هاي الغلطة لان ما قعدنا تصنيف للسجون لو عدنا تصنيف مثلا للسجون ان هذا غلط لغلطة لنجرح كرامته اخطأ ها غلط لغلطة كان النبي صلى الله عليه وعليه يطبع لي واحد يقول لي يا رسول الله انا ارتكبت معصية اكم علي حد يدير النبي عنه وجهه بالثانية بالثالثة يقول لي اذا بليتم بالمعاصي فتستروا ما عندك طبيعة ما الجريمة طحت لك مرة ودليل على انك خير اجيت تطهر روحك ليش ما اشترت على روحك اولا وتبت الى الله ات الا في حالات يكون عندك هدف ذاك الوقت تتعرض الى العقاب يكون عندك اسرار فإحنا الانشان اذا مر غلط لغلط لن ورط ونجي لي نركز عليه هيا شارط هيا كذا هيا كذا هيا كذا لا غلط لغلط وحده لتحول الى مجرم هذا هذا المن ما يلم به الانشان مرة واحدة اذا الم بي مرة واحدة مو معنى وحلاله لا لكن الله عز وجل يمكن ان يغفر له يقول ان ربك واسع هنا اذا تاب الله يتوب عليه لان هذا ما عنده نية او اسرار على ممارسة الجريمة او على ممارسة هذا الفعل من الافعال اللي تأدي الى الانحرار طيب هذا النوع الثاني هذا التفسير الثاني من تفاشير اللمم طيب تفسير الثالث لللمم لا ما الم به اهل جاهلية اي شنو اي كأنه تمثل حقبة معينة يعني انت دول اللي اسلموا في صدر الاسلام منه الصحار منه كانوا كانوا هم اهل الجاهلية جاهلية منه بيها جاهلية يعني المجتمع اللي سبق الاسلام ايجا الاسلام دول لما انتقلوا للاسلام اكوعدهم ممارسات من كانوا بالجاهلية الاسلام ما راتبع لها اثر ابدا هاي الممارسات اللي من كانت بالجاهلية ما رتب عليها اثر ابدا ما حاشبهم بيجالهم الاسلام يجبوا ما قبله شيء اللي قبل الاسلام خلاص اجي الاسلام اغلق الباب وافتحنا صفحة جديدة والان نفتح صفحة من السلوك جديدة سقد يقول لي واحد هو هذا صار يعني لا ظلت رواسب انا ما اريد اقول انه مواريتيك سماعية ما ظلت لا ظلت رواسب طبت فاليوم واحدة امرأة انصارية على النبي صلى الله عليه وآله قلت لي يا رسول الله قال بلى قالت لي هذا زوجها توفى وعنده بنات اثنين ايجوا اولاد عمه اخذوا الميرات وحرموا ذن البنات ود وراهم النبي صلى الله عليه وآله انت تعال شنو العمل انتم مسلمين وتقرؤون القرآن يوصيكم الله في اولادكم للذكر يمت لحظوا الانتين بقيتوا شلون بهالمعنى ها قالوا له نحن لا نورث البنات شنو البنت احنا نطيها ميراتية شنو حتى نطيها ميرات اي لا تطلع تقاتل ولا تدافع عن العيال ولا 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 ما عدها اشهام بالقضايا الاجتماعية على شنو احنا نعطيها ميرات نبه هاي رواشف هاي جاهلية جاهلية كان الواحد من عدوم يجي وخلى رداءة وين على بنتي عمي هاي بنت عمي انا ازوجها مثلا عند امرأة ابوه متزوج لامرأة زوجة ابيه يمنعها يعضلها اذا توفى ابوه يعضلها عن ان تتزوج شيء يعني رواشف جاهلية كانت عدوم وظلت والى الان عدنا الجاهلية الى الان عايشة عدنا تعال بعض حبالنا الان وحقك اكوناش لما تجي ليد قل للشريعة او قانون روح شنو شريعة وقانون شريعة وقانون شنو شريعة وقانون هذا اصلا ما يؤمن الا الا بالمقوار اللي عنده ما الشكل يكون عنده بندقية يوم بالبندقية حتى لا موجودة هي الان يعني تلقى شموش جانع ما يقبل يروض نفسه ابو بناءه هي من الضعف يعني تظاهر من ظواهر البداوة ان بناء من الضعف ان يحتكم الى القانون او يحتكم الى الشريعة ما يمكن يحتكم الى الشريعة هيكون رواشف جاهلية بقايا الجاهلية الى الان تعيش عدنا في هؤلاء في واقع الام اللي ارتكبوا بالجاهلية ولما يجوا للإسلام الإسلام يجبوا ما قبل الأشياء اللي عندهم الإسلام محاها وما رتبع لي وخصوصا يعني حتى موضوع موضوع خطر مهم شنو هو يعني العقود اللي كانت بالجاهلية يعني واحد لما يتزوج شنو كان عندهم شون يتزوج ها لا ماكو يتزوج يعني ماكو عقد ماكو عقد كل ما في الامر وضع باب خباءة مقابل باب خباءة المرأة خلاص هذا اعتبر عقد يتزوجها ومتاكل شيء ها هذا طبعا احنا ما نقر كمسلمين لأنه المفروض أن الزواج يتوم ولابد من العاقد عن طريق العاقد في لما يجي الإسلام ما قالهم للذول اللي يجوا منها منها العقد منها الطريقة منها اللون من الزواج يعني زواج الجاهلية ما يجي الإسلام نفا قال هذا ابن زنا لا أبدا أقرهم لكل قوم النكاح أقرهم على ما هم عليه ها واعتبر ذاك الوقت هو الشائد اللي أقره العرف والعرف كان هو اللي شائد وهو اللي يطي مشروعية لأمثالها العلاقات فالبعض يحمل اللمم على هالمعنى نبه لي يقول اللمم ما ألم به بالجاهلية يريد يقولهم أن أنت لا تبقى تحمل شعور بالإثم أنك بالجاهلية كان عندك الشيء الفلاني رح تعاقب عليه أو لا لا يقولهم أنت بعد أن تبتوا لا تعودوا مرة أخرى لا تصرون على الجاهلية لا تبقى عندكم روح الجاهلية ها إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على أثاره لا هذا وخروا هذا إذا وخرتوا تبتوا الله عز وجل يتوب عليكم واشع المغفرة لا يبقى الواحد من عندكم يشعر بالإثم لأن هذا عالم راح تلك أمة قد خلت راحت إلها اللي إلها وعليها اللي عليها جيد هذا الرأي الثاني ثم أو الرأي الثالث ثم انتقلت الآية قالت إن ربك واشع المغفرة فعلا واشع يعني العطاء اللي ما يقف عند حد هو وين هو عند الله عز وجل لأنه إحنا ما عدنا مغفرة بالدنيا إحنا لما ترجع إلى شلوكنا الواقع ما عدنا مغفرة شلوك يعني يشوف واحد الآن خليه يختلف وياك بقضية بسيطة تعال شوف الأحهاد وخصوص إذا واحد صاحب سلطة إذا واحد صاحب سلطة وصرت تخالفه يعني معنى ذلك أنت خلق بعد انتهى وجودك بالدنيا انتهى لازم ينتهى تنهى ليش لون تخالف مو يوقف عبد الملك ابن مروان ووراء الملك ابن ووراء يقول أنا من شنت قبل الخلافة يقول شنت من أطوب عندي بستان أروح لي من أطوب أكو جندب جندب يعني جراء هذا أكو في النوع في الحيوان أخضر يصير ما بين الحشيش يقول هذا لما أشحق لي جندب برجلي قلبه يوجعني أشعر أني ارتكبت جريمة اقتلت لي حيوان الآن يقول يكتب لي الحجاج وغيره بقتل الآلاق فلا أشعر بشيء من الإثم خلق يعني أصبح الدام عنده بسيط شنو الشيء اللي يخلى هكذا ها اللي يخلى هذا عبد المنك نفسه يوقف وراء الشرير يقول نحن بنو أمي من قال برأسه هكذا قلنا له بشيوفنا هكذا ها خلاص يخالفنا إذا قال برأسه يتشيل ورأسه وقال أن هذا غير صحيح هذا الحكم يعني عنقه يضرب يقتل حي على الصغير تلاحظ فيها أن هذول احنا أكعدنا عفو أكعدنا عفو بالدنيا أبدا وأبيك يعني أنت إلا بالشماء وإلا برسل الشماء وإلا بمن يجسد رشالة الشماء مثل يعني مثلا تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وقال له عفى عن ناش هذول كانوا يشتحقون القتل لكن رسول الله إن شاء الله عليه وآله عفى عنهم وأمر بإطلاق شراحهم وأحسن إليهم وما قابل إشاءتهم بالمثل شو له ما ذلك صعد بمكة المكرمة لما دخل إلى مكة عام الفت قالوا ماذا تروني صانعا بكم قالوا لأخ كريم وابن أخ كريم ملكت فصفح وظفرت فزح قال اذهبوا فأنتم الطلقاء جابوا لجماعة جماعة جابوا لذول داخلين إلى بعض الديار وذول جماعة ممن أشاء للنبي غاية الإشاءة ممن كان يحشد عليه يطيام وأروه أبو شفيان وحده كافي كافي أبو شفيان الشوى ما ترك راية ترفع في وجه الإسلام إلا ورفعها ومع ذلك لما جابوا إليه النبي صلى الله عليه وآله قال أنا أكلك إلى ظاهر إسلامك خلق قبل إسلامه جابوا له وحد فيه قاتل حمزة النبي لما وقف على مصرع الحمزة شاهد منظر فضيع أصابع مقطعة أنف مجدوع آذان مقطوعة أعضاء أخرى مقطوعة الباطن ممزق منظر معلم غاية بالألم تأثر النبي غاية التأثر طيب هذا جايبي لقاتل حمزة وحشي شار النبي رأشه وإذا وحشي على رأشه يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال للنبي أنت أنا قبلت إسلامك خلاص بس غيب وجهك عني لا تراويني وجهك بعد ما أحب أشوف ها هذا كل ما أقل أما النمط العفو علي بن أبي طالب يطلع منين من المسجد في مدخل المسجد يوقف لواحد قال لي أنا لا أبايعك وحدك ولا أصلي وراءك بجمعة ولا بجماعة ولا أخرج معك إلى جهاد تفتل الإمام سلام الله عليه قال لي طيب شنو من وراء هذا شنو قال لي أدابين لك أني أنا هذا أنا ذني أنا أشويه قال للإمام وأنا لا أهيجك بأذى ما دام المسلمون منك في أمام إذا أنت مواطن ما تضر الناس لا تحبني ولا تصلي وراي ولا أحتاج صلاة فتفضل روح طبعا التهنمط هذا من الخلق ما تلقى إلا عند من يحمل رسالة السماء أو من يجسد أخلاق السماء تلقى هؤلاء أما غير هؤلاء لا لا والله شيء نبه لي فنارضى إذا ما أصبح الشيء راضي ما الشكل ولا أرجوك أرجوك الهادي العباشي يجيبول مئة وثلاثين رأس من واقعة فق جين يجيبول شبايا منه أولاد عم أولاد علي ابن أبي طالب والشكل ومن الأبرار من نمط الحسين ابن علي الخير وأمثاله يوقف يمشي على أسلاء الضحايا ويقلب الشيف بني عمنا لا تنشد الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية فلسنا كمن كنتم ترجون نيله لنقبل حكما أو نحكم قاضية ولكن حكم الشيف فينا محكم فنرضى إذا ما أصبح الشيف وراضية أطفال أكو بالشبايا أطفال أمر بضرب عناقهم يعني شيء ما شوى يجيد ابن معاوية أمر بضرب عناقهم اتأمل هذول هذول أكو عندهم شيء الله عز وجل يقول ملعفو عندنا ربك واشع شوف نحن شوم يش نقابل الله عز وجل نقابل بالمعصية بالامتناع عن طاعة بالامتناع عن امتثال أوامر الشماء ومع ذلك الله عز وجل لا يشلبنا عافية ولا يشلبنا طعام ولا يشلبنا شراب نعمه خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صعد وإلا العفو الصحيح وين هو عند الله أما لا غير الأرض مملوء باغ واعتدام بها عفو الأرض الأرض بها قشاوة الأرض بها تشفي الأرض وإلا أرجوك من بعد هالواقعة الفاجعة من بعد هاللون الفاجح من التعدي بواقعة الطاف يجيبون السبايا ويأخذ الراش ويقعد هذا جيشي لراش رسول الله هذا راش النبي نفسه لأنه لحمه رسول الله دمه دم رسول الله يقلب للراش ويقول يا حب ذا بردك باليدين ولونك الأحمر بالخدين كأنما حف بوردتين شفيت قلبي من دم الحسين هذا الجبين المشجد اللي كان يخشع لله عز وجل هذا الريحان اللي كان يتنشقها رسول الله لا رعاية للنبي ولا رعاية لمركز الخلافة ولا رعاية للإنسانية وبعد زيادة بالتعذيب أن الرؤوس توضع أمام من أمام العيال أرجوك طفلة وتشوف رأش أبيها أمامها يا مرأة وترى رأش أخيها أمامها وبالفعل كان الإمام سلام الله عليه يحاول أن يجنب العيال هالمنظر يقول للمنهال لما دخلوا إلى دمشق يا منهال هل معك شيء من المال قلت لشيدي لماذا قال يا منهال ادفعوا إلى حامل فليبتعد بالروش عن المحامل خلي جدي بالعيال هالمنظر المؤلم هذا رايش الحشين أمام أخته ورايش الحشين أمام أطفال يا منهال هل عندك ثوب ناتيق قلت ما تصنع بشيدي قال ضعوه تحت الجامعة فقد أكلت لحمة ونقي هالروش هاي أدخلت أمام العيال والعيال وتنظر إلى تلك الوجوه وظلت معها إلى أن جابوها إلى الخرب لما أوصلوها انتبهت نصف الليل أخت الحشين ونجت إلى الرأس الشريف جلشت أمام عشان نعدم عشان نعدم لأروح وياك أولا شوف الرجش يضرب ثنا يابوك يريف لتام لأخ دمك احنا المذل لأمر ابنان وأدى الأمر إلى مصرع يتيم من يتام الحشين لمجرد نظرها لمجرد النظر إلى راشدها لحلحت رقيها على عمتها قالت عم لقد رأيت أبي بالمنام وارد النظر إليه على ضديد الأيام شاء لا يجيد ما ليرى الخرب تضج بآلها قيل له يتيمة للحشين تطلب النظر إلى رأش أبيها قال ويحكم يحملوا لها الطاش لعلها تهدأ أقبلوا إليها بالرأش وهو بالطاش ضمت أم بالطاش طعاما قالت عم لقد عزف نمشي عن الطعام أنا لا أريد طعاما أريد النظر إلى أبي قالت عم ارفع المنديل شسرين باكي رفقت المنديل وإذا بالرأش أماما ألقت بممشيها على الرأش احتضمت صاحت أبا يا أبا من للنشاء الضائعات أبا يا أبا من للعرامل واليتام لم تزل تقول أبا يا أبا حتى هدأت قام الإمام الشجاد لعمته قال عم يرفع يرفع الطفلة إلا قد فارقت روح هذه الدنيا أقبلت إليا وإذا بها ميت آه نظرت رعش وطاحت عليه ثم جفت كما تجفت زهور عبت أحمل لك أبتاه من لك ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وشعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيتا ولا ذنبا إلا غفرتا ولا هم إلا كشفتا ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعتا ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرات لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثوابا فاتحا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة